أهلا بكم في أول جلسة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقية قدم زعيم تار الصدري السيد مقتدى الصدر مشروعا إلى البرلمان بشان إصلاح الانتخابات في العراق جاء ذلك في وقت يعقد فيه مجلس النواب جلسته التي ستشهد مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت أن الجلسة ستشهد قراءة بيان للنائب ضياء الأسدي بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابية كما ستتضمن الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول